أسبوع للصم في موريتانيا والعمانيون ضيوف شرف عشرات الصم تجمعوا في الحفل الافتتاحي له تحية لضيوفهم وانتظارا للاستفادة من التجربة العمانية في النهوض بواقع الصم وقد حضر منهم إلى جانب القائم بالأعمال رئيس الجمعية العمانية لذوي لعاقة السمعية وهو أول عربي أصم يقدم برامج تلفزيونية الحكومة الموريتانية تؤكدت بمناسبة إعلانها الافتتاح الرسمي للأسبوع أنها أنجزت الكثير للصم خاصة في مجالي التكوين والتعليم الحكومة الموريتانية أنشأت سنة 2014 مركزا للتكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي لعاقة يهدف إلى النهوض بهذه الشريحة وذمرت هذا الجهد برزت بارزة لأننا لأول مرة نشهد طلب من الصم ينجح ويتجاوز من مرحلة البتدائية الآن لدينا 39 طالبة من الطلب الصم في الإعدادية ويقول منظم الأسبوع أن برنامجه يحتوي العديد من العروض التكوينية والمحاضرات ويستعرض تجربة الضيوف العمانيين ويتضمن تقديم أبحاث لجامعة واكشوط حول أسباب الصمم الوراثية إضافة إلى بعض الفعاليات الرياضية والترفيهية لصالح المستهدفين فيه نشاطة ثقافية ورياضية تشمل مباراة كرة القدم مع أشبال تفرق زينة في يوم ترفيه للأطفال الصم عكفنا على تعودنا على تنظيمه سنويا على أهام الشهادية الفعاليات وقد تفرج ضيوف الأسبوع على وثائقي يرصد إنجازات منتدى الصم في موريتانيا كما تم تكريم عدد منهم وتجولوا في معرض لرسومات فنية من إنجاز صم موريتانيين